موسيقى هياكم الله مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تبتدأ وله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تططونا أراءكم بالمواضيع اللي راح نطرحها أو بالمواضيع اللي اتو تردون تحشون بها عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة اللي ما يقدر يتصل لأي سبب كان بأي رقم من الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة رقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب بقدر يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب اللي تخصص لبرنامج صوتكم إن شاء الله نقرأ رسائلكم بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهديني كرام نبدي حلقة اليوم وأول ملف ويانه هو ملف المعاناة المستمرة بالعراق لأي مراجع يراجع أي دائرة حكومية أو غير حكومية واللي صار لما نراجع أي مواطن أي دائرة حكومية حتى ينجز معاملته يحس إنه هو طاب بمهمة تعيسة ومستحيلة مهما كانت هاي المعاملة بسيطة ما تستغرق من عنده حتى ينجزها غير بس مثلا جرد قلم من موظف إداري صغير أو توقيع أو ختم لكن اللي إنت تتفكر به ينجز بنص يوم بالعراق من الممكن أن يستمر لأشهر وتدور خلال هاي الأشهر بمتاها ما تنتهي وما تدري ليش وإلما وش وكت اللي يجي وينقذك حتى تدخل أو واسطة أو رشوة أو توسل ينفع ربما وممكن توسع ينفع حيا ولا يجدي نفعا أحيانا أخرى فأنت إذا تراجع بأي وزارة أو دائرة يا أما تتسلح بصبر وتسلخ إنساني تكذبها بباب المؤسسة أو الدائرة أو تتحمل سوء المعاملة اللي راح تتلقاه من جوه من الموظفين والإجراءات اللي ما إلها نهاية واللي ما أنزل الله فيها من سلطان طبعا هو تعذيب حقيقي للإنسان والمواطن العراقي ينفرض عليك أحيان أنت بأمثل حاجة حتى تنجز معاملة ما مكانت هاي المعاملة بسيطة ويزداد تعقيد هذا الشيء بالمدن المنكوبة اللي صارت بها عمليات عسكرية دمرت العديد من المباني اللي بعدها الحكومة عاجزة أن تعيد إعمارها حتى يلقي المواطن نفسه بين أنقاذ مباني آلة للسقوط قد تنهار على رأسه بأي وقت من الأوقات خصوصا لما نراجع هاي الدائرة أو ذيج الدائرة وهذا اللي دا نحكي عليه حاليا وبالضبط اللي صاير بقضاء الشرقات بمحافظة صلاح الدين بدائرة التموينية خلونا نسمع مثل ما شوفون هاي خلطنا قضاء الشرقات هاي دائرة التموينية بقضاء الشرقات دائرة متهالكة مفلشة يعني معقولة يعدون دائرة ملتموينية هاي البنايات المكسرة هاي الناس اللي ازدحام السبب ضيق المكان المكان ضيق ولا يستوعب هاي أعداد كبيرة من المواطنين المفروض أنه تتم إنشاء بنايات كبيرة وتكون مكانها جيد وتستوعب أكبر عدد من المواطنين اليوم مايسر المواطن الشرقاطي يعني كل الشرقاط اليوم ونواحيه بما فيه ناحية آشور يعني اليوم هاي مثل ما شوفون هاي اليوم سرب السحن الأيسر ناحية آشور وفيك المكان الازدحام يعني المكان ضيق ومكان صغير جدا يعني لا يستوعب هكذا أعداد اتخيلوا هذا الحال موجود بالشرقاط وراح نبقى بصلاح الدين بس هالمرة نطلع من الشرقاط ونروح إلى مدينة سامراء أو اسمها القديم سرة من رأى يعني اللي كان يطبلها يفرح باللي شوفها بس اسأل عكس لأن عدنا صور متداولة من ناكت تبين لناس الزحامات وطوابير والسراوات إلى أناس ومواطنين واقفين بشكل مكتب قدام مركز تموين مدينة سامراء ورما تنفتح النقل والإضافة والاستحداث خلونا نشوف تعرفون بالـ 2023 الحكومة تتفكر أنه تسوي حوسبة للحكومة أنه تتحول إلى حكومة إلكترونية فهذا المواطن اللي واقف هنانا يمي الشباج وده يلمي المعاملات هذا الهاردسك ما الحاسب وما المعاملات هذا حال العراق بالـ 2023 أدنى دوائر من المفترض أنه هي دوائر لسانية دور الرعاية الاجتماعية واحدة من الدوائر اللي يعاني بها المواطن تنزل كرامته ينهان قبل أن يمنح راتب إذا منحه وهذا الراتب ما يغطي أبسط احتياجاته أو احتياجاته صرته خصوصا الطبقة الفقيرة والشرائح المعدمة من المجتمع واللي هي بأمس الحاجة لجهة أو مؤسسة أيلها خلونا نشوف هاي المؤسسة اللي من المفترضية دائرة رعاية ترعى المواطنين شوفوا حالها بالبصرة هاي دائرة رعاية البصرة أو دائرة رعاية الاجتماعية بمحافظة البصرة اللي من المفترض أنه هاي الدائرة هي تفكر باللي ما عنده وبالفقير والتعبان والمقعد واللي طبالها اللي ما عنده واصطة أصلاً يعني عنده واصطة يقدر يتعين فتخيلوا حالهم وهذا بالبصرة وباقي المحافظات الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود ويانا مشاهدين كرام من فيسبوك معتز القزازي يقول أكثر دائرة بالعراق بيها سرقات وفساد تخصيصاتها توصل 20 تريليون بالموازنة والناس هذا حالهم كل شي مقابضين أم حسن كل من وراء الفقر منين تجيب العالم تريد رواتب حتى تعيش وشهد الزبيدي تقول لو مسوين آلية عمل محترمة للناس ما تتكدسي شي بس إدارة وتخطيط مضبوط ماكو فتضطر الناس توقفها الوقفة الكسيفة من ضيمها وصباح الشمالي يقول مع الأسف الشديد أصبح المواطن العراقي دليلا ومهانا عند مراجعة دوائر الدولة فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية معاناة الناس مع المؤسسات الحكومية أبو عبدالله من صلاح الدين حياك الله أبو عبدالله أهلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبدالله شارك سيد أفر الله يسلمك يا أخوي الغالي أبو عبدالله رو الله كريم عليكم إن شاء الله الله يسلمك الله أكرم علينا وعليك إن شاء الله يا رب ويعيد عليكم بالخير والبركة حال المواطن العراقي اليوم بالمؤسسات الحكومية بدائرة التموين بالجنسية بالجوازات شنو حال المواطن؟ حال المواطن أنا اليوم كنت أراجع هم على دائرة نفس الدوائر نعم يعني أنت تصور مدير دائرة يرتخب على المواطن شون يعني؟ يعني أنا أقول لك أنا أنا راجع على دائرة وشغلة رسمية يطلع لك أقل يطلع لك لوفة من هنا يدور فلوس لأن أنا شغلتي رسمية أنت من الدور مني فلوس مال شنو؟ عالتنطين مال أبوك؟ يعني كل مدير دائرة كل مدير دائرة هو فاسد الأفسد من الموظف يعني من تجي تقول لها لي داشتكي يقول لك عندك شاهد القاضي أفسد يعني القاضي يقول لك عندك شاهد يعني بهيش حالة يلنازم منه الراجع على الدوائر ناخده لانا تنين أو ثلاثة بدش يشهد على الحالة لفصير لا الشهود بالمحكمة أربعة شون أستاذ العزيز؟ أقول لك الشهود بالمحكمة أربعة فلازم تحسب حسابك بأربعة شهود لا أربعة وجوز مشكوك بأمرهم نا على هذا الوضع هسا على هذا الوضع الكريسي مشكوك بأمرهم يعني تيجي ماكو تيجي تراجع على دائرة يرتكب عليك يعني يا أخي والله ما عنفتهم هاي الدوائر ماكو كلها دجل يعني كل مدير دائرة صار رئيس جمهورية وحده مو يطلع السيوداني يختار يطلع علاق يختار عمي خلي عزو خلي بند خلي بند خلي بند ماكوش شي نا يقول لك والله فلان دائرة والنزاهة النزاهة يرادلها نزاهة المفتش العامي الرادل المفتش عام نا يعني شو حصل العراقي عمي هاي الناس ماكو تيجي تتجارة المخدرات وتيجي تغير درب مع احترامات الناس الطيبة ترى ترى نظيمة داخلها عالمتي تتعيش مع تلقى عيشة مع تلقى عيشة يعني هسا من تيجي هاي مال الرعاية لو هذا الرعاية تلقي هو عنده ياخذ رعاية وياخذ راتب ياخذ رعاية وياخذ تقاعد ياخذ رعاية ومسجن عقد جين وياخذ ناس الدينار حصر عليها جين هات المن السولف مون اللي يسمع واذا السولف يرتكب عليك ولا يسمو موجودة الدعوة موجودة كاملة ماكو بس وقضع عليها نزل عدد التاريخ وراح بعد ماحد يندل يعني الباي حمد يطلع على العبادي على العثلات ما يسموه يقول ماكو مغيبين شلو ماكو مغيبين هو راسك بيط شط ماش حم شو ما بيمغيبين انا العدح شياك انا العدح شياك عني مغيبين عني مغيبين 8 او 9 الالي يحقاصين هذي نا في الهاي وراحة وخبهم الهواء نا ماكوش سابق عزيز يعني مون سلطة هاي ويقول عليهم دولة لا والله يأثم وانت تعرف محمد الحلبوسي غير تسميتهم يقول لك ماكو مغيبين اكو مغدورين مغدورين انغدروا في سبيل محمد الحلبوسي ظل جاعد على الكرسي ظل جاعد على الكرسي يضرب مليارات محمد الحلبوسي ويطبع داهن شعره شون عبالك حولي من لطاعت لأمه عمي مغدورين شنو مغدروا وين مغدروا نا العبالي يحسبهم والله ويا داعش شنو ويا داعش عمي اكو اكو استخبارات واكو اكو واكو مختارين تقدر تبريهم اكو مختارين تقدر تبريهم والدواعش مبينين حبيبي ومنو جاب داعش الداعش ينبين ذاكو حبيبي نا بس اكو ناس فقرة راحت يعني شنو العمر خمسين سنة عمر ستين سنة واكو لسبعين سنة واكو صقت صقت مقعد مقعد واحد نلللنا مقعد مقعد شيرو جيل نا 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 شكرا 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 لك ابو عبد الله مشاهدين يا كرام ننتقل الى باب ثاني من ابواب الاهمال الحكومي اللي داعانون الناس بسبب ادنى فلاحين اضررت اراضيهم ومحاصيلهم الزراعية بسبب النفط الخام اللي تسرب من حقول عجيل وعلاس وحمرين بقضاء العلم بمحافظة صلاح الدين ويا سيول الامطار بمشهد يتكرر كل سنة من سنة 2017 حتى 2023 بدون ما تدخل حكومة او اي حكومة من حكومة محمد الشياء السوداني والقبلها 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 حتى تلقي حلول الهاي الكارثة البيئية وتبعاتها الخطيرة على تبديد ثروات العراق وهدرها من دون الاستفادة لها تردون تعرفون عني على شنو داعاتشي ادنى شهادة من قضاء العلم خلونا نسمعها تشوفون هذا النفط هذا النفط موجود بالقاع هذا النفط بدون استثمار وبدون متابعة هذا خيرات العراق قاعد تشوفونها حسنا احنا حاليا من منطقة المعابدي اللي يتقع شمال شرق قضاء العلم هذا النفط موجود بالقاع من 2017 بدون حل وبدون استثمار وبدون اي متابعة فاللي نتمنى من الجهات الحكومية ومن الجهات الدولية ومن اي جهة مختصة بهذا الامر انه تحل هذا المشكلة لان هذا المشكلة سببت للأهالي النزوح وايضا سببت الفلاحين انهم يتركون اراضيهم فاللي نتمنى ايجاد حل لان المشكلة يوم بعد يوم وسنة بعد سنة قاعد تكبر يا با عندي سؤال صغير اللي قاعدين على كراسي الحكم شنو سامعين قبل ان العراق يطفع على بحر من النفط يردون يطلعون من جهة والقاعي خلوه فوق من الالفين وسبعة عشر لالفين وثلاثة وعشرين اكو تدفق بالنفط ومحال لي الله اكبر احنا شايفين بدول العالم اكو تدفق الصغير بالمحيط الفلاني من الدولة الفلانية واكو اسماك ماتت واكو تلوث بيه صار ما يطول لأسبوع عالجه والمكان ورجع المكان كأنه ما شيء لن يكون والجماعة من الالفين وسبعة عشر لقاع السودة طبعا هاي بيها مشاكل مشاكل هاي هس راح تشوفوها انه هاي الصور اللي ادولوها ابناء قضاء العلم ومشاهد اللي شفناها هاي مشاهد جديدة مو قديمة التدفق هاي السيول واختلاط النفط الخام بمي المطر تسبب هلاك حيوانات هلاك الثروة الحيوانية والسمكية التنوع البيئي اضافة عن تلف التربة تلف المحاصيل الزراعية تلوث بالبيئة هذا كله بسبب الاهمال الحكومي ليش؟ لانه هذا الشيء مدائري لبال وهاي مشاهد خطرة للسنة السادسة على التوالي خلونا نشوف هذا النفط طبعا الهان يجري مطرة بسيطة اخوان شوفوا هاده تلوث البيئة اللي إذا يحدث في منطقة المعيلة هذا المعيل الهان يجري شنو هاديه نفط نفط صافي يا حافظ نفطه دهن هذا إذا طير شرب منه مات إذا حيوان شرب منه مات إذا إنسان شرب منه مات إضافة للأمراض إضافة إلى المشاكل الكثيرة اللي تسبب بها هذا الشيء الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق اختارينا لكم من فيسبوك سعود قال السعيفان يقول هذا البلد بكل شبر بي خير وبركة هذه الثروات الخيرات والشعب كلها جوعان حسب الله ونعم الوكيل بس سام الناصر يقول مع الأسف هذا البلد كل شبر بي خير بس مو بيد أهله وعادل الساعد يقول يش مستفادين من هالخيرات ببطون الحرامية وعز الدين خليل يقول المسؤولين في بغداد منشغلين بالسرقات الكاش ماهم هم الشعب مع الأسف إنه العراق أغنى بلد بالعالم بالخيرات بالموارد وبالعقول لكن بني إرادة أفقر شعب بالعالم بسبب مجموعة من الحرامية جوي على ظهر الدبابة الأمريكية ورشحوهم الصهاينة وجابوهم الإيرانيين حتى يحكمون هذا البلد نطلع من هاي المشكلة نروح إلى مشاكل ثانية همينا معاناة للمواطنين اليوم راح أحكيكم بس معاناة المواطنين اليوم الحلقة راح أطلق لكم شكوا شي طاية حظة بالحكومة العراقية والناس ذات عاني من عندها الفساد الفساد اللي موجود بالمؤسسات الحكومية واللي حولها إلى جثث هامدة جثث ميتة ما تقدر تسوي أي مشروع أو منجز حتى لو كان هل قداته بدون ما تتبدد أمواله إلى جيوب الفاسدين النتيجة عدنا مشاريع متلكية عدنا ثانية ما تحقق عدنا شروط السلامة وعدنا مشاريع تثير السخرية وعدنا مشاريع ما تستحق تكون مشروع أصلاً بسبب أنه الأموال انشفطت فمثلاً بالموصل اللي صارت بها عمليات عذكرية وحرب تدميرية جوه أنوان ويافطات محاربة الإرهاب ما بقى من المدينة أي معلم أو مجسر أو جسر ما انهال القصف عليه وادمر ورس السنوات على إعلان استعادة المدينة طلعت بعض الخطوات الخجولة حتى يعمرون بعض الجسور قبل أن تكشف لنا مصادر محلية من مدينة الموصل عن وجود شبهات فساد أو ضخمة بعمليات بناء هاي الجسور واللي دا أحكي عنه راح تسمعوه هنا قبل أيام صرح سيد المحافظ أنه تم صيانة وتصليح الجسر القديم هذا صيانة وتصليح فقط بخيمة سبعة مليار سبعة مليار دينار بينما تم إنشاء هذا الجسر جسر الإيمان تم إنشاؤه بأربع مليارات فقط يعني هذا تصليح وصيانة سبع مليارات وهذا إنشاء بأربع مليارات بعد ما نزلنا الخبر ونزل الخبر إجا السيد صادق محمد الفرطوسي مدير عام شركة السعد اللي هي مسؤولة عن تصليح وصيانة جسر الحديدي ذكر إنه قيمة التصليح وصيانة بلغت مليارين وستمئة وخمسين مليون فقط مليارين وستمئة وخمسين مليون فقط تصليح وصيانة صرح المحافظونا سبع مليارات يعني أكو بالموضوع أربع مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون تايها ما تعرفوا إنه فإما أكو موضوع فساد في هذه الأربع مليارات 350 مليون أو أنطول سيد المحافظ معلوم خطأ لأن أنت تنشئ جسر كامل بأربع مليارات بينما صيانة جسر موجودة كامل بس سبع مليارات بس صيانة فأكو شيء يا جماعة أكو فشيء إرور فاول بالدنيا دي يصير بالموصل أو بالعراق عموما المليار صاير في الرقم تافع تافع يعني شون تقول خمسة آلاف دينار مئة ألف هيت المليار تطافع هم بنوا جسر جديد وعمروا جسر خربان وباقوا جسر بصفة هذا اللي صار عمر وابني وبوك فهو عمر لك جسر وبنالك جسر وباق جسر هذا اللي صار بالضبط على أرقام اللي هو قال نطلع من الموصل نروح للنجف واللي راح يسمع هذا المواطن راح يضحك اللي تحول واحد من مجسرات النجف إلى عنوان بارز الحقبة الفساد ورماصار هذا المجسر آيقونة للمشاريع المتلكة اللي ما أبصرت النور على الرغم من مرور سنوات وسنوات وسنوات على بدء العمل وما انتهى العمل بنهائيا طبعا هذا المجسر بالنجف بالألفين وتسعة وديت والدي توف وديت هدفنته هم يشتغلون به بالألفين وأرباطعش توفت رضيعتي وديت هدفنته هم يشتغلون به بالألفين وتساطعش توفت والدي وديت هدفنته هم يشتغلون به البارحة رحت زيارة للنجف وهم همينة قاعد يشتغلون به يعني ما أعرف هذا المجسر حتى وصيت ابني وصيت ابني قلت له بابا خافة موت باشر عقبو توديني عود شاورني قل لي هذا الجسر خلاص لا 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 يوجد شيء لا يوجد شيء هذا المقاولة بالشركة يكرز من الاحتلال ليس مجسر طلع قارة آسف 13 سنة من التسعة للتلاثة وعشرين ولك طولة عمر يا حج اللي قاعد يصور من التسعة للتلاثة وعشرين وبص إن يبدون جسر ما أدريك هم كيلومتر طولة بيوم من النجث نروح للبصرة اللي بها شواهد فساد شبيرة عدنا مشهدي بينكم حجم الفساد اللي انتقد مواطن من أهالي البصرة حال شط العرب اللي صار إلى مكبل النفايات على الرغم إنه بالشط أكو آليات موجودة بس يشغلوها بس يصعد واحد يركبها ويشغلها آليات ضخمة هي مسؤولة إنه ترفع الأوساخ من مجرى الشاط واقفة صار لها سنوات بدون ما أنجذت متر واحد من العمل خلونا نشوف وأنها الرافعة صار لها الله يعني بشمسنا واقفة هنا على أساس تشيل هاي لنقاض تشيل ذن الحديد وعلى هالواقفة هاي لا هي شائلة هين ولا هي لمواليو رايحة ظل واقفة شنو دورها ما أدري يعني بس عثرة ظل بطن الشاط زين باع باع ذي جهة ثانية هم ظل بالشاط يعني هاي لنقاض يم تشيلون هن يم تصير جمالية في شط العرب يم تصير جمالية يم الجسر يم الكورنيش أو مبخار هذا غير لا باع عنه بطيق من ناكلة هذا يعني هاي أطيع الشركة خلي هذا الشط تحفره شوي خلت حفرات سوي لأدامة قلتوا تخيلوا الشط الجرف ماتة كان لهنانة من الزبالة صار الجرف ماتة هنانة راح نبقى بالبصرة واللي على ما يبدو انه الانجازات الحكومية اللهم صلى على محمد الشوم وانجزي خبل باعوا ورايه خبل فاكلنا حلق يهمينا هذا أسد الله يشرمكم هذا أسد هذا المشروع صار مشروع لمادة سخرية شبيرة إلى سكان مدينة البصرة خصوصا ورا تصريحات محافظ البصرة أسعد الأيداني الأخيرة اللي قال انه المدينة راح يصير بيها نهضة عمرانية شبيرة وانه راح تكون دبي ثانية خلال عشر سنوات دبي ثانية خلال عشر سنوات راح أشوفكم أول مشروع هنال طبعا أحد معالم محافظة البصرة وأحد منجزات بلدية محافظة البصرة هذا الصرح مثل ما قاعد الشاهد هذا الأسد أول مرة أشوف أسد حشيش جاي ساحر ضربة بتعويضة قلبة من من لون خاكي إلى حشيشي زينار دفتهم الناب مال أسد المنا مطلع مي شنو الموضوع لا هو حلق دب لا هو حلق أسد لا بي معلم أسد أريد أشوف فيه معلم واحد من معالم الأسد ماكو قبل خمستالاف ستالاف سنة أسد بابل على الرغم أنه هو مو أسد بس يوحي لك أنه هو أسد قلعودي الشي هنانا يوحي أنه هو أسد أنا كل اللي دا أشوفه صب عليها زرق وحلق ومي شنو هاي النافورة مننا ما أدري طالعة من الناب من لثة جوة ما حد يدري طبعا أبالكم بس المشروع الهزلي لا عدكم هذا المشروع بقعو يخبر صدق الله مشروع بكربلة مشروع مشروع أملاق نصب دجاجة وبيلتين تخيلوا العراق اللي كانت بيه نصب تذكارية كبيرة نصب الشهيد نصب ساحة التحرير نصب الحرية نصب ساحة الطيران تخيلوا هاي النصب الجميلة اللي كانوا يشتغلون عليها فنانين تجيك دجاجة وبيلتين بنص الشارع بكربلة توحيلك عن حال المدينة التاريخي واللي العراقين السألوا بألم شن الحال اللي وصل للعراق اللي يدمرون بالقائمين على حكم النصب التذكارية للبلد يدمرون النصب القيمة للبلد ويبنون هيك نصب خلونا نشوف اشتركوا في القناة انتوا لاحظتم انهما صابغين ومرتبين والعرف احمر وماعرف شنو والقاعدة ما النصب هيك وعليها زبالة همينة بس انا اردس السؤال شنو المعنى من هذا النصب يعني اذا البيضة نامت هيك يفازة واذا وقفت صالحة للاستخدام البشري واحد يطلع لنا من كربلة ويشرح لنا النصب الدجاجة وبيضتين شنو قصدكم بيه طبعا انتوا عبادكمان داعتي بس على الدجاجة لو على الاسد ما البصرة اللي هو ابعد ما يكون عن الاسد المهم لا بغداد بطريق المطار اللي هو ابرز وجهات البلد اللي يشكوا سايح يطبوا شكوا اجنب يطب للبلد لازم يطب على شارع المطار حتى يدخل الى عاصمة بغداد اكو صور قبل ما طلعها نعم مصيبة شارع جسمه شارع المطار افضل طريقة انك تعبر عن هذا الشارع شتحط لي طيارة متفقين اكو ناس قالوا تداول صور متهالك لنصب طائرة متهالكة لا اخوي هي مو متهالكة ولا قديمة طائرة متهالكة وقديمة يعني مبنية من الف وتسعمائة وعشرين الف وتسعمائة واربعين خمسين ام البروانات بها محرك توربيني هاي المتهالكة وقديمة الصورة اللي خلتها امانة بغداد باطار تطويرها هذا الطريق الاساسي اللي بالعراق اللي تجوروه وفود رسمية وزوار من خارج البلد هو مو طيارة حتى طيارة ورقية طالب صف اول ابتدائي مايرسمهيش طيارة ورقي اكثر شي اقول لكم يا انه طالب صف ثاني ابتدائي متعلم رسم كاريكاتيري سوالهم هاي الرسمة وسووها نصب اتفرجوا يعني انت تخيل لا تايرات تايرات طيارة لا الخطين من الخطوط الجوية العراقية عدلات لا المحرك مكان عدل ادري الباب هالطول شنو اردفتهم هذا النصب شنو بيا رسمة كارتونية راسمين هيش طيارة وما اخذيهم سويها نصب تخيلوا هذا امانة بغداد والله ليعلم نصب الطيارة اشقد ما اخذ فلوس الله ليعلم الناس لما شافت هاي الفيديوهات والمهازل اللي مسويتها الحكومة بمشاريعها من اسد حشيشي الى دجاجة وبيضتين الى طيارة ابعد ما تكون انه هي طيارة اصلا انا لو مسافر اشوفها بمطار والله ما اركبها اما زهر حديد اذا طلعت من قبرها وقلوها تاعيش شوفي هذا النصب تضرب روحها طلقتين والطبليل قبر مرت اللخ تقولهم ماردة طلع على اساس بالعراق ماكن مهندسين ومعماريين او فنانين يشتغلون بهذا الشي اريد اعرف الفنان الفذ اللي اشتغل هذا النصب الناس علقت على النصب والمشاريع نمير نوري على فيسبوك يقول يجب ان يكون كل شيء تافه وليس له قيمة في العراق لكي تسهل السيطرة عليه من قبل الدول الطامعة بخيراته لله المشتكى مقبل غفور يقول قبل 4000 سنة لا اكاديمية فنون جميلة ولا معهد فنون وشأنه النحاتين على درجة من الرقي وفوز الورود يقول له بهاي الفلوس بلطين بي شارعه هواي احسن من هاي النصب وعلي الزبيد يقول هاي الفكرة كلفت الدولة مليارات اكواحد من التعليقات يقول قبل 4000 سنة انا قدر اقول لك قبل 6000 و7000 سنة اكثر من 4000 كانوا النحاتين العراقيين ادهم رقي بالنحة انت تقصد الاثار الاشورية والسومارية والبابلية والاكادية اللي يروح الى اوروبا ويدخل الى المتحف العراقي واللي يشوف الثور المجنح ببحده عدا بوابة اشتار عدا الاثار اللوخ عدا مسألة حامرابي عدا التماثيل اللي كانت الى سرجون الاكادي واشور وقلقامش عدا ذن كلهم عدا النحط في ملحة مدق القامش بس الثور المجنح راح يلقون بي احترافية وتشريح عالي جدا لكل قطعة لان الثور المجنح هو شيء اسطوري جامعين بيه خمس او ست حيوانات مع رأس انسان حتى يرمزون الى قوة كل شيء منهم حتى يعتبرون انه الشخص الاشوري او البابلي هو اقوى انسان على الارض فتتخيل يسوي لك طيارة بهالشكل هاي لله المشتكى ابو محمد من هولان دعا ياك الله وحياكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله انا سمعت هاي الكلام ان كلش عجبني لكن اذا تسمح لي انا اقول الحكومة اللي موجود هو ما جاي وانا مكررها للكلامي ما جاي يخدم لا في السيارة ولا في الطيارة ولا في الشارع ولا في اي شيء واي اثار يعني حتى الاثار باعوه اثار العراقي الشغلات الغالية كلها باعوها سرقوه من من المحافظات وباعوه او دزوها هاي الدولة اللي انتم تعرفون شنو يسمي دزوها الايران ومن ايران باعها وفلوس انتم تظنون انتم تظنون ان العراق ان الحكومة الحالية يهتم بالشارع او يهتم بطيارة والله تكرمون بعد مدة ليست تشوفون نصر دجال ثم تشوفون نصر حمارهم ونصر طيارهم تشوفون ونصر سيارهم تشوفون السيارة اللي الآن يجيبوه مثل كارتونت والآن حتى السيارات اللي يجيبوها ليس على مواصفات وين اكو خياس وين اكو بتولة مرفوضة هاي السيارات يجيبوها الى الراق حتى الناس يموت بيها يعني لا تأكل لا يهتمون بالمي ولا يهتمون بالسيارة وين اكون الاكل فاسد حتى اذا حنطة فاسدة يجيبوها ويطحنوها ويحطون حتى بالبصل وطلع تحاطين بيها جس وبياغة وانطوع للناس يعني هاي شي يعني هاي اكمان بالشارع ويهتم بها الشغلات هاي الشغلة بالنسبة لها الحكومة عادية يعني ما يهتم شعب شياكل شماياكل الوظائف يبيعوها الوظائف الان مدير عام 3 مليون دولار ومئة بالمئة صحية رئيس الفرلمان مئة مليون دولار كل شي هنا بفلوس الراق الان الحكومة فقط حكومة بالاسم كل سرقات وبوك ماكو ختم للمجتمع لا 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 شكرا شكرا لك ابو محمد للعلم بالنسبة الى الثور المجنح احنا ذكرناه اللي يشوفه هو جسم ثور رأس انسان جناح نسر وأتصور اقدام حصان وحزام الارجل الخمسة ذني الهندلالة اللي يشوفه من قدامي يشوف هيبه وخوف اللي يشوفه من نصفه يقول لك هذا راح يطير ما تقدر الصيدة هو كل رمز للقوة بس لما انتجي تباوى عليه وتشوف التمثال بشكل عام اللي ينبني قبل الحضارة اللي ينبني قبل الثورة الصناعية اللي ينبني بوقت لا بي قوالب ولا بي فنانين مشهورين بعد المدارس العالمية في النحط وتجي تشوف هاي النصب التذكارية الى دجاجة ولو نصب الدجاجة كان بيه تشريح شوية جمالي اكثر من الاسد والطيارة بس اكو نصب قديم طلع اصور في ديقار او واسط الى اسد داقة الحصار فهذا مو اول اسد يثير السخرية بالعراق المهم نروح الى قضية ثانية وهي العملة العملة العراقية وراء مراحل من الطبعة الملكية اللي بيها صورة الملك فيصل استمرت حتى عام 1958 وراء جدت طبعة الجمهورية اللي استمرت حتى عام 1978 وراء جدت طبعة الدولية واللي يسموها العراقيين الطبعة السويسرية واللي بيها الدينار العراقي بتلت دولارات وثلث وكانت اغلى عملة بالعالم واللي انطبعت يم شركة ديلاو البريطانية واكسبورتلس السوفيتية حتى عام 1990 واشهر عملة متداولة او ورقة متداولة من هاي العملة السويسرية 25 دينار ام الحصد ورها نتيجة الى ظروف الحصار ومحاصرة البنك الدولي الى الاموال العراقية وحجز الاموال العراقية طبع العراق سنة التسعين اوراق نقدية بدار النهرين للطباعة بداخل العاصمة العراقية بغداد على ورق عادي حتى الناس تمشي امورها استمرت هاي العملة لحد عام 2003 هي عملة الحصار واللي بوقتها طلعت الميت دينار والخمسين دينار واقصاها من الميتين وخمسين دينار وراها سحب البنك المركزي كل الاوراق النقدية المحلية والدولية المسمى بالطبعة السويسرية وخلى سلسلة جديدة من الدينار العراقي مكونة من سبع فئات حتى يتم طبعها بمواصفات امنية عالية وحطوه لمليون ونصف الف خط جوة امنية بالاستمرار بتطوير هاي المواصفات حتى ما يقدرون يزيفوها او يزوروها مثل مقالة المصادر الرسمية ادنا هسه فئة الخمسين الف دينار اللي انطبعت بالسنوات الاخيرة صار بيها تلاعب وتزوير من قبل مافيات متنفذة اللي تسبب بانتشار عملة مزورة بالاسواق المحلية دا يعاني من عدها المواطن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اخوي ابن اخوي اول طلع يشتغل تاكسي وانه بش اسمه واحد ناطي خمسين الف مزورة مرجع لخمسة واربعين الكروة خمس عود وهاي الخمسينات مزورة شايلة من الجزار ومودي للمهندسين هو اكيد طبعا مو من نهل الجزار ولا من مهندسين هو يصعد بتاكسي وينزل بغير مكان يصعد بتاكسي ثاني ومشي على العالم اللي يعرف واله يعرف والما يعرف تمشي عليه هاي مزورة وهاي الحقيقية شنو الفرق الفرق هاي المزورة من تخليها تشوف بعض الحصان شون مرسوم رسم وماكو خمسين الف يم ذانات الحصان بينما الحقيقية هي هذا الحصان وكو خمسين الف يم ذانات الحصان هاي مخفية الخمسين الف مكتوبة كتابة بس بالمزورة ماكو والله عجبني الحصان ما مسوي تسريحه لاخ هذا الحصان هاي مهم المفارقة تخيلوا دولة تطبع عملة او تخيلوا دولة دينها الاسلام دين الدولة شنو الاسلام هو العراق تنحش عنه اكو تاريخين بالدول الاسلامية التاريخ الميلادي اللي ابتدى فيه ميلاد سيدنا المسيح والتاريخ الهجري اللي وانعشي به عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام تخيلوا دولة دينها الاسلام احزابها اللي تحكم هذا البلد تلتة اربعة احزاب اسلاموية ما يعرفون التاريخ الهجري ما سنة 2023 ولما يطبعوا لك التاريخ الهجري المثبت على عملة الخمسين الف دينار كان الف واربعمية وخمسة واربعين علما انه السنة الهجرية اللي سنة 2023 ميلاديا هي الف واربعمية واربعة واربعين واللي دا احتي عليه انا ما دا تشذب به اتفرجوا يا بس سلام عليكم كل عام بخير رموضان كريم اكيد كلكم شفتوا المنشورات مع الخمسين الف بالموضوع الفرق بين التقويم الهجري والميلادي انا واحد من الناس شفت المنشور بس اتجاهلته بصراحة قلت هذا فوتوشوب مو صحيح فما انشرته ولا تحدثت عنه لكن اليوم حصلت على ورقتين من فئة خمسين الف وقلت طرفة باواعد وقلت الموضوع فعلا احنا مكتوب عليه اصدار الفين وثلاثة وعشرين الهجري الف وربعمية وخمسة واربعين والصحيح الف وربعمية واربعين طب انا هسه هذا قانونا مزور قانونا مزور يعني هذا يسمى تزوير بعلم الدولة اذا هي الدولة نفسها طابعة هذا التقويم الخطأ فهذا يسمى قانونا مزور تزوير بعلم الدولة فهذا الفيديو هو صحيح هذا الموضوع نسأل الحكومة الرشيدة صاحبة الافكار العظيمة صاحبة السياسة البارزة هل هذه الفئة مزورة ام صحيحة هذا السؤال اوجهه الى المسؤولين اذا لقيت احد قدر يطلع رأسه ويجاوبني بصورة صحيحة واخص في الحديث المحافظة البنكي للمركز العراقي او بناية البنكي للمركز العراقي ووزارة المالية ورئيس الوزراء تخيلوا واحد يطبوا بهاي العملة الى دولة اسلامية ينصر مبحك والله عاوني يقول لي تعال اطيك نص هذا له هذا تريد قاسم محمد حلبوسي علق يقول الاحتمال الاكبر دخلت من ايران لشراء الدولار باي سعر كان ما دامت عملة عراقية مزورة هدفها الخبيض ضرب الاقتصاد العراقي وسحب الدولار جار السوء توقع منه كل شيء ومثنى البنة يقول كل بين فترة وفترة تطلع عصابات تتروج التزوير بالبصرة وبغداد وغيرها وخصوصا 50 الف تزوير ايراني وغيرها احمد رضى يقول راقب ايران وستجد كل التزوير والغش والخداع والمخدرات والادوية المخشوشة تعبر الحدود الينا مع وجود كل عملائها داخل العراق وكانت هذه تعليقات الناس حول هذا الموضوع وعندي تعليق ابو سارة يقول شلون حرب هذا على الفقير من دول السياسين يرفعون سعر الدولار من عصابات التزوير اعتمال دوله هدفهم واحد هو دمار العراق وصباح من بغداد هياك الله يا صباح السلام عليكم استاذ أفل عليكم السلام ورحمة الله طبعا هذا الموضوع اللي هسه شاعب الشارع العراقي والناس صافنا يعني هذا العملة من دخلتنا يعني هسه الامن الوطني والرقابة المالية ورئاسة الوزراء ومحشف صرح بهذا الموضوع الخطير اللي الغاية من عنده هو معروفة من يطبعوها في دولة جارة دولة الاسوق الجمهورية اللا اسلامية ويدخلون عملة مزورة الغاية معروفة هو سحب الدولار في سبيل تأثر هاي كلها تأثر على اقتصاد العراقي يعني من يطوش هذا العملة المزورة كلنا راح نتأثر بها العراقيين كلهم متأثر راح نصير عد المواطن العراقي احنا نعرف محمد الحلبوسي والسوداني ميهم هم هاي العملة ولا حتى طباعتها بصورة خاطئة لكن الاجهزة الامنية انتوا طايرين لبس على اربع ارهاب ومساءلة وعدالة واشتثاث وطايرين هذا المخبر السري وهذا التطهير العرقي بالمناطق وتهجيرهم والاغتيالات زيان الامن الوطني وين واجبكم وين انتوا هاي المكاين وين جاءت طبعهم بها داخل العراق جوضوهم من ايران يعني شغلة مو سهلة وفي ايران ودخلت من المنافذ الحدودية شون تسمحون بهذا الشيء تدمير بلدكم يعني ما عدكم فد لا تاريخ لا حضارة لا عدكم انجاز لا صخام بعيونكم لان هذا التاريخ الخطأ لان ميهمهم الهجري والميلادي ما جايين على هاي الاساسات جايين هم بكيفهم يريد يسرقون المال العام فقط ولا ما عدهم لا بناية لا شارع لا تبليط لا جسر هاي من نافرة الديت ونافرة الدجاجة والاسد وشنو انجازاتكم انتم المشاريع العملاقة اللي سانتكم في الازمات اللي تمر عليكم مشاريع عملاقة اللي استفاد منها المواطن العراقي من عيدي عاملة من ضرائب من اكتفاء ذاتي بالصناعة العراقية يصبح عندنا ما عدهم مشاريع عدهم الهمهم الوحيد هو انقاذ ايران من الازمة الاقتصادية المفروضة عليها يعني احنا ابتلينا بايران وابتلينا بالحكومة السورية نعم شكرا شكرا للك اخصب هتحتفل امه المتحدة بالرابع من نسان باليوم الدولي للتوعية بخطر الالغام واللي وافق اربع نسان من كل سنة ويدعون الى سرعة ازالتها ويئتياد الاحتفال بطار حملة تحت عنوان لا يمكن تأخير الاجراءات المتعلقة بالالغام ويتأثر العراق بشدة من الالغام والذخاء غير المتفجرة نتيجة حرب الخليج سنة 1991 والحرب العراقية الايرانية الاستمرت 8 سنوات وعقديا من الصراع وراء الاحتلال امريكي لبلاد على رغم من مرور تقريبا 5 سنوات على الموعد المحدد لحسن ملف الالغام المضادة بالعراق وفق اتفاقية الدولية بعدها مخلفات حروب تحصد الضحايا في مختلف انحاء العراق ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي سواء هذا التقرير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة